بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلام وتمعين الكرام اهلا وسلام على كل اللي بسمعني الاول مرة معكم الصفاء قناة يوتيوب اللي بسمعني الاول مرة واجب الفيديو مينساش اشترك وفعل قرس حبارا اكون في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين قنوات يوتيوب ويوتيوب معرفة ولا تنسوا اللايك وكومنت القناة دعم لنا نستمر في نشر المزيد ان شاء الله اليوم كتابة الرسالة رسمية الى منظمة دولية تدافع فيها عن حقوق الطفل الفلسطيني اه في البداية عند كتابة الرسالة رسالة رسمية او رسالة شخصية بنكتبها في مربع مربع كده نسطر نكتب الرسالة في مربع موجود في القناة رسائل رسمية كثيرة ورسائل ايضا شخصية واليوم عن رسالة رسمية الى منظمة دولية نكتب داخل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم منظمة الأمم المتحدة المحترمة طالما هي رسمية يبقى الكلام حيكون رسمي منظمة الأمم المتحدة المحترمة أضع نقطين فوق بعض تحتية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحتية كده تحية طيبة وبعد الرسالة أترك بيث البداية أشكركم على جهودكم الجبارة في مجالكم وتقدم لسيادتكم من أجل النظر إلى الطفل الفلسطيني لأن الطفل الفلسطيني اليوم فيها أشد الحاجة إلى مساعدة ويعطائي حقوقه فهو يعاني من قلة الغذاء واللعب والتعليم وكذلك الراحة النفسية وعدم وجود أمان وغيرها أضع نقطة الخاتمة أترك بيض مثل المقدمة هنا لذا أرجو من سيادتكم قبول طلبي مع خالص الاحترام والتقدير أضع نقطة تبقى انت هيت كده تبقى انت لنضاء التوقيع اللي كتب الرسالة يوقع أنا كتبت هنا اسمي صفاء وبلدي مصر وممكن تكتب هنا رقم التليفون كمان أو التاريخ ممكن تكتب التاريخ من تحت ورقم التليفون داخل المربع تحت الكلام رسالة رسمية يا ربي يعجبكم الموضوع أو تعجبكم الرسالة يكون كتبتها بطريقة صحيحة لا أعلم بالضبط يريدها بهذه الطريقة أم لا يقرؤوها جيدا وشوفوها تصلح أم لا أراكم في الفيديوهات القادمة أترككم في رعاية الله مع السلامة لو أخستم الرسالة امنونوا اللايك وانزل تحت يكتب تعليق للقناة لنعرف أنك أخست الرسالة أراكم في الفيديوهات القادمة مع السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا